اشتركوا في القناة والمستقيمات المتوازية الموضوع الثالث إثبات توازي المستقيمين معكم أخوكم الأستاذ فهد الحربي في الجزء الأول المستقيمات والقاطع فيما سبق أخذنا استعمال علاقات الزوايا والقطع المستقيمة لإثبات النظريات اليوم راح ينضاف عندنا معلومة جديدة وهي التعرف على العلاقات بين المستقيمين أو مستويين وكذلك تسمية أزواج الزوايا الناتجة عن تقاطع مستقيمين وقاطع إذن المفهوم الأساسي الأول المستقيمان المتوازيان هم مستقيمان يقعان في المستوى نفسه ولا يتقاطعان المستقيمة الأول JK والمستقيمة الثاني LM مستقيمين متوازيين لا يتقاطعان أبداً نستعمل رؤوس الأسهم لتدل على توازي المستقيمين إذن عندنا رأس الأسهم الموجود في المستقيم الأول والمستقيم الثاني معناته أن المستقيمين متوازين المستقيمان المتخالفان هما مستقيمان لا يتقاطعان ولا يقعان في المستوى نفسه عندنا المستقيم الأول L والمستقيم الثاني M لا يتقاطعان ولا يتوازيان هما يقعان في مستويين مختلفين المستويين المتوازيان هما مستويين غير متقاطعين مثل المستوى A والمستوى B حدد فيما يأتي مستعملا الشكل المجاور جميع القطع التي توازي القطع المستقيمة D M لو لاحظنا القطع المستقيمة D M المطلوب مني أحدد جميع القطع المستقيمة التي توازي هذا القطع إذن القطع الأول عندنا القطع A N القطع المستقيمة A N القطع المستقيمة الثانية A. G. هذه القطعة المستقيمة الثانية القطعة المستقيمة الثالثة B. K. والقطعة المستقيمة الرابعة C. L. إذن عندنا عدد من القطعة المستقيمة التي توازي القطعة المستقيمة D. المطلوب الثاني مستوى يوازي المستوى A. C. D. إذن عندي مستوى A. C. D. المطلوب مستوى يوازي هذا المستوى راح يكون عندي JLM إذن هذا المستوى JLM يوازي المستوى ACD المطلوب الثالث قطعة مستقيمة تخالف القطعة المستقيمة BC لو لاحظنا أن هذه القطعة المستقيمة BC المطلوب أني أوجد قطعة تخالفها والمستقيمان المتخالفان لا يقعان في المستويان نفسه ولا يتقاطعان وليس متوازيان إذن راح يصبح عندي القطعة المستقيمة A الجزئية اللي بعدها قطعة مستقيمة توازية القطعة المستقيمة A إذن هذا القطعة المستقيمة A B مطلوب مني قطعة مستقيمة توازية A B ولكن تمر بالنقطة J إذن راح تكون عندي قطعة مستقيمة J K علاقات أزواج الزوايا الناتجة عن القاطع القاطع هو المستقيمة الذي يقطع مستقيمين أو أكثر في المستوى نفسه وفي نقاط مختلفة إذن عندي المستقيم T يقطع المستقيم Q والمستقيم R في نقطتين ويشكل عددا من الزوايا عند كل تقاطع مستقيم مع القاطع تنتجل عدد من الزوايا علاقات أزواج الزوايا الناتجة عن القاطع إذن قاطع مستقيمين نتجل عدد من الزوايا توجد أربع زوايا داخلية بين المستقيم Q و R إذن إذا قطع المستقيم T المستقيمين Q و R تنتج لعدد من الزوايا الداخلية الزاوية الأولى ثلاثة والزاوية الثانية أربعة وخمسة وستة هذه عدد أربع زوايا داخلية ناتجة عن تقاطع القاطع مع مستقيمين علاقات أزواج الزوايا الناتجة عن القاطع إذا قطع المستقيم T المستقيمين Q و R فإنه رح ينتج لأربع زوايا خارجية إذن الأربع زوايا الخارجية الزاوية رقم 2 والزاوية رقم 1 والزاوية رقم 7 والزاوية رقم 8 هذه يسمى زوايا خارجية علاقات أزواج الزوايا الناتجة عن القاطع بعد ما يقطع المستقيم المستقيمين ينتج لي عدد من الزوايا منها الزاويتين المتحالفتين واش معنى الزاويتين المتحالفتين هما زاويتان داخليتان إذن إحنا حددنا السبق الزوايا الداخلية قلنا أنها 4 و 3 و 5 و 6 هذي زوايا داخلية هما زاويتان داخليتان ويقعان في جهة واحدة من القاطع T إذن عندي هذا مستقيم T القاطع للمستقيمين يقطع للمستقيم Q والR فينتج لزوايا داخلية وزوايا خارجية الزاويتين الداخليتين الذين يقعان في الجهة واحدة من القاطع لدينا 4 و 5 و 3 و 6 إذن 3 و 6 و 4 و 5 كل منهما زاويتين متحالفتين الزوايا المتبادلة داخليا هما زاويتين داخليتين يقعان في جهتين من القاطع ولا يتجاوران إذن عندي الزوايا الداخلية 4 زوايا داخلية فيها المتبادلتين داخليا المتبادلتين داخليا لا بد تكون في جهتين من القاطع وغير متجاورتين إذن الزاوية 3 هو الزاوية 5 والزاوية 4 والزاوية 6 نسميهم زاويتين متبادلتين داخلية الزاويتين المتبادلتين خارجيا هما زاويتان خارجيتان غير متجاورتين ويقعان في جهتين اختلفتين من القاطع إذن بعد ما يقطع المستقيم T القاطع المستقيمين Q و R راح تنتج عدد من الزوايا الزاوية واحد والزاوية اثنين والزاوية ثمانية والزاوية سبعة هذه يسميناها زوايا خارجية إذن الزاوية اثنين والزاوية ثمانية زاويتين متبادلتين خارجيا والزاوية واحد والزاوية سبعة الزاويتين متبادلتين خارجيا إذن الزاوية المتبادلة خارجيا لا تقع في جهة واحدة من القاطع ولا تتجاور حلقات تزواج الزاوية الناتجة عن القاطع الزاويتين المتناظرتين هما زاويتين تقعان في جهة واحدة من القاطع وفي الجهة نفسها من المستقيم Q و R إذن عندي المستقيمين Q و R قطعهم المستقيم T الزاوية المتناظرة تقعان في جهة واحدة من القاطع T ونفس الجهة من المستقيمين Q و R فإذا لو نظرنا للشكل اللي موجود عندنا هنا الزاوية 2 نجد أن المناظرة لها الزاوية 6 والزاوية 1 المناظرة لها الزاوية 5 الزاوية 3 تناظر لها الزاوية 7 والزاوية 4 المناظرة لها الزاوية 8 ناخذ مثال مستعملا الشكل المجاور صنف كل زوج من الزاوية فيما يأتي إلى زاويتين متبادلتين داخليا أو متبادلتين خارجيا أو متناظرتين أو متحالفتين إذن الزاوية 1 والزاوية 5 لو لاحظنا أن المستقيمين والقاطع الذي يقطع المستقيمين نتجد عدد من الزاوية الزاوية 1 والزاوية 5 ستكون زاويتين متبادلتين خارجيا إذن الزاوية واحد والزاوية خمسة زاويتين متبادلتين خارجيا المثال الآخر الزاوية ستة والزاوية سبعة الزاوية ستة والزاوية سبعة هذا القاطع يقطع المستقيمين الزاويتين في جهة واحدة من القاطع فتسمى زوايا داخلية طيب بعد الزوايا الداخلية هل هما متجاورتين أو في نفس الجهة إذن هما زاويتين متحالفتين فقرة أخرى الزاوية 2 والزاوية 4 عندي عدد من الخيارات هل هم متبادلة داخليا أو خارجيا أو متناظرتين أو متحالفتين الزاوية 2 والزاوية 4 إذن يقعان في جهة واحدة من القاطع وعند مستقيمين مختلفين فيصبحان زاويتين متناظرتين الزاوية 2 والزاوية 6 هما يقعان في جهتين مختلفتين من القاطع وزاويتين داخليتين إذن تعتبر زاوية متبادلة داخليا الزاوية 7 والزاوية 5 لو لاحظت الشكل الزاوية 7 والزاوية 5 يقعان في جهة واحدة من المستقيم القاطع إذن هما زاوية متناظرة ننتقل للجزء الثاني الزاوية والمستقيمات المتوازية فيما سبق أخذنا تحديد العلاقات بين مستقيمين أو مستويين وكذلك تسمية أزواج الزاوية المتكونة من مستقيمين وقاطع لهم اليوم راح نأخذ إن شاء الله في الجزء هذا استعمال نظريات المستقيمين المتوازيين لتحديد العلاقة بين أزواج محددة من الزاوية واستعمال الجبر لإيجاد قياسات علاقات أزواج الزاوية راح يكون عندي شكلين لعلاقات أزواج الزاوية إما جهة وفي جهة واحدة من القاطع أو تشكلها على شكل إذا نشوف الجهة واحدة من القاطع راح يكون عندي زوايا متحالفة أو زاويتين متناظرتين لما يكون على شكل إكس هو راح يكونون زاويتين متبادلتين طيب الزاويتين المتحالفتين هما زاويتان داخليتان المتناظرتين هما راح يكون عندنا زاوية داخلية وزاوية خارجية الزاوية المتبادلة هي إما تبادل داخلي أو تبادل خارجي علاقات أزواج الزاوية الناتجة عن القاطع إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين راح ينتج لي عدد من الزاوية زوايا متطابقة أو متكاملة نشوف الزوايا المتطابقة كل زاويتين متناظرتين متطابقتين إذن بعد ما يكون عندي قاطع يقطع مستقيمين متوازيين الاحتمال للزوايا راح يكون عندي إما متطابقة أو متكاملة الزوايا المتطابقة كل زاويتين متناظرتين متطابقتين الزاوية واحد تناظر الزاوية ثلاثة والزاوية سبعة تناظر الزاوية خمسة الزاوية 2 مناظرة لها الزاوية 4 والزاوية 8 مناظرة لها الزاوية 6 والمتبادلتين داخليا إذن كل زاويتين متبادلتين داخليا متطابقتين الزاوية المتبادلة داخليا الزاوية 2 تبادل الزاوية 6 داخليا والزاوية 7 تبادل الزاوية 3 داخليا إذن كل زاويتين متناظرتين متطابقتين كل زاويتين متبادلتين داخليا متطابقتين وكذلك الزاوية المتبادلة خارجيا الزاوية واحد متبادلة خارجيا مع خمسة والزاوية ثمانية متبادلة خارجيا مع الزاوية أربعة إذن كل زاويتين متبادلتين خارجيا متطابقتين رحل الزاوية المتكاملة معنا الزاوية المتكاملة هي كل زاويتين متحالفتين الزاوية المتحالفة دائما مجموعة قياسها يساوي 180 لو لاحظنا ويش الزاوية المتحالفة اللي موجودة عندنا الزاوية 2 والزاوية 3 الزاوية 7 والزاوية 6 كل زاويتين متكاملتين متحالفتين فمعناتهم قياسهم يساوي 180 نشوف مثال صفحة 94 المثال الأول في الشكل المجاور إذا كان قياس الزاوية 5 يساوي 72 درجة أوجد قياس الزاوية التالية إذن عندي شكل مستقيمين المستقيمين المتوازيين فيها رأس السهم فالمستقيم N والمستقيم B متوازيين يقطعهما المستقيم T الزاوية 5 قياس 72 درجة من المعطيات المطلوب منها قياس الزاوية 4 إذن من مسلمة الزاويتين المتناظرتين نجد أن الزاوية 5 تساوي الزاوية 4 ومن تعريف تطابق الزاوية قياس الزاوية 4 يساوي قياس الزاوية 5 نعوض عن قياس الزاوية 5 في قيمتها فيصبح قياس الزاوية 4 يساوي نفس قياس الزاوية خمسة اثنين وسبعين ننتقل للفقرة الثانية قياس الزاوية اثنين اذا كان قياس الزاوية خمسة يساوي اثنين وسبعين درجة المطلوب مني قياس الزاوية اثنين ما بين الزاوية الزاوية اثنين والزاوية اربعة علاقة تقابل بالرأس والزاوية اربعة والزاوية خمسة متناظرتين اذا قياس الزاوية خمسة يطابق قياس الزاوية 4 وقياس الزاوية 4 يطابق قياس الزاوية 2 للتقابل بالراس ومن خاصية التعدي نجد أن قياس الزاوية 5 يطابق قياس الزاوية إذن قياس الزاوية 5 يساوي 72 درجة وقياس الزاوية 2 يساوي 72 درجة هل توجد طريقة أخرى؟ نعم من تقاطع المستقيمين المتوازين ما قاطع كل زاويتين متبادلتين خارجيا متطابقتين إذن الزاوية 5 تطابق الزاوية 2 إذن قياس الزاوية 5 72 درجة فيكون قياس الزاوية 2 72 درجة للتبادل الخارج نأخذ مثال إذا كان قياس الزاوية 1 تساوي 85 درجة وقياس الزاوية 4 تساوي 2x ناقصا 17 درجة فأوجد قيمة x إذن مستقيم Q يقطع المستقيمين R و S مستقيمين متوازيين فإن تنتج عددا من الزاوية نلاحظ أن الزاوية 1 والزاوية 4 لا توجد بينهم علاقة مباشرة ولكن الزاوية 1 والزاوية 3 توجد هناك علاقة ألا وهي علاقة التقابل في الرأس إذن الزاوية 1 تطابق الزاوية 3 من نظرية التقابل في الرأس إذن قياس الزاوية 1 يطابق قياس الزاوية 3 من تعريف تطابق الزاوية زاويتين متطابقتين إذن قياس الزاويتين راح يكون متطابقتين إذن الزاوية 3 والزاوية 4 زاويتين يقعان في جهة واحدة من القاطع وزاويتين داخليتين إذن هما راح يعطينا زاويتين متكاملتين الزاويتين المتكاملتين مجموحهم يساوي 180 درجة فرح نعوض عن قياس الزاوية 3 قلنا أن قياس الزاوية 3 يطابق قياس الزاوية 1 فرح يكون قيمتكام 85 والزاوية 4 بالتعويض عنها راح يكون عندي 2x ناقصا 17 إذن موجب 85 وسالب 17 راح يعطيني 68 و60 2x يساوي 180 المية وثمانين هذه إيش معناتها؟ معنات المية وثمانين هذه أن مجموع قياس الزاويتين الداخليتين المتكاملتين 180 درجة فيصبح 68 زايدا 2x يساوي 180 راح يتخلص من 68 فأضيف للطرفين سالب 68 عكس الإشارة فيطبع لعليه نموجب 68 وسالب 62 68 راح يعطيني 0 و2x يساوي 180 ناقصا 68 لأنني راح أضيف للطرفين فأصبح الناتج عندي 2x يساوي 112 راح أتخلص من المعامل للإكس أقسم على 2 للطرفين فيتطلع قيمة الإكس كم 6 وخمسين إذن 112 تقسيم 2 يساوي 6 ناخذ مثال صفحة 96 تحقق من فهمك إذا كان قياس الزاوية 2 يساوي 4x زايدا 7 درجة وقياس الزاوية 7 يساوي 5x ناقصا 13 درجة فأوجد قيمة إكس إذن المستقيمين J وK مستقيمين متوازيين قطعهم قاطع L بما أن المستقيمين المتوازيين راح ينتج عدد من الزاوية فعندي الزاوية 2 والزاوية 7 العلاقة ما بينهما متبادلتين خارجيا وحسب نظرية الزاويتين المتبادلتين خارجيا فإن الزاويتين متطابقتين إذا من تعريف التطابق نجد أن قياس الزاوية 2 يساوي قياس الزاوية 7 وقياس الزاوية 2 يساوي 4x زايدا 7 وقياس الزاوية 7 يساوي 5x ناقصا 13 الآن راح أضيف سالب 4x للطرفين فلما أضيف سالب 4x للمساواة للطرفين راح يعطيني موجب 4x وسالب 4x يتبقى لي في الطرف هنا فقط 7 والطرف الآخر راح أضيف له سالب 4x وموجب 5x راح يعطيني x ويبقى عندي سالب 13 الآن راح أتخلص من سالب 13 أضيف موجب 13 بعكسر الإشارة للطرفين فيصبح موجب 13 وموجب 7 تساوي x ناقصا 13 وأضفت لها موجب 13 إذن الحد اليسار يبقى عندي 13 زايدا 7 يعطينا 20 وقيمة 13 سالبة وموجب راح يعطينا 0 إذن تبقى عندي قيمة x تساوي 20 إذن قيمة x 20 سواء في الزاوية 2 أو الزاوية 7 راح أشيل x وعوض عنها بقيمتها ويطلع لي قيمة الزاوية 2 والزاوية 7 بالتأكيد راح تكون تحمل نفس ناخذ مثال أوجد قيمة كل متغير في الأشكال التالية إذن عندي قيمة x و y زاويتين داخليتين متبادلتين إذن عندي مستقيمين متوازيين قطعهم مقاطع لا تجعدد من الزاوية المطلوب مني إيجاد قيمة x و قيمة y قيمة x و y هي عبارة عن زاويتين متبادلتين داخليا لكن ما في علاقة بإمكاني أجيبها أو معلومة عندي أقدر أوجد قيمة x و قيمة y مباشرة لكن عندي ما بين x والزاوية 55 زاويتين متجاورتين على خط مستقيم إذن قيمتهم مجموعهم يساوي 180 درجة إذن زاويتين متجاورتين على خط مستقيم مجموعهم يساوي 180 درجة نخص من قيمة 180 الزاوية المعلومة فيصبح عندنا أن قيمة x تساوي 180 ناقصاً الزاوية المعلومة اللي هي 55 فيتبقى لي قيمة x تساوي 125 درجة لكن الآن أوجدت قيمة x قيمة x و قيمة y هي زاويتين متبادلتين داخلياً و متطابقتين إذن قيمة y تساوي 125 درجة هناك علاقة خاصة إذا كان القاطع لمستقيمين متوازيين عمودياً عليهم إذا كان مستقيم عمودي على أحد المستقيمين المتوازيين إذن عندي المستقيم a والمستقيم b متوازيين قطعهما t بشكل عمودي إذا كانت t عمودي على المستقيم a فهو بالتأكيد راح يكون عمودي على المستقيم b إذن المستقيمين المتوازيين قطعهما القاطع بشكل عمودي إذا كان عمودي على المستقيم الأول راح يكون عمودي على المستقيم الثالث ننتقل للجزء الثالث إثبات توازي مستقيمين فيما سبق أخذنا استعمال خصائص المستقيمات المتوازية لتحديد الزوايا المتطابقة اليوم راح يكون عندي تمييز المستقيمات المتوازية بناء على علاقات ما بين أزواج من الزوايا الناتجة عن مستقيم القاطع وكذلك إثبات توازي مستقيمين باستخدام العلاقات بين أزواج شوف المسلمة الموجودة عندنا هنا هي مسلمة عكس الزاويتين المتناظرتين إذن إذا قطع قاطع مستقيمين في مستوى ونتاج عن ذلك التقاطع زاويتين متناظرتين متطابقتين فإن المستقيمان متوازيا إذن عندي المستقيم A والمستقيم B ما عطاني العلاقة ما بين المستقيمين لكنه قطع قاطع في ذلك المستقيمين ونتج عنه أن هناك زوايا متناظرة ومتطابقة إذن الزوايا المتناظرة الزاوية واحد والزاوية ثلاثة الزاوية ثمانية والزاوية ستة الزاوية أربعة والزاوية اثنين الزاوية خمسة والزاوية سبعة هذه جميعها زوايا متناظرة ومتطابقة إذن نجد أن العلاقة ما بين المستقيمين أنهما مستقيمين متوازيين علاقة أخرى إذا علم أن هناك مستقيم ونقطة لا تقع على هذا المستقيم إذن عندي المستقيم M ونقطة لا تقع على هذا المستقيم فإنه يوجد مستقيم واحد فقط يمر بهذه النقطة ويوازي المستقيم الآخر إذن عندي المستقيم M ونقطة لا تقع على هذا المستقيم إذن يوجد مستقيم واحد يحتوي ذلك النقطة ويوازي هذا المستقيم عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين خارجيا إذا قطع قاطع مستقيمين المستقيم Q والمستقيم B قطعهما قاطع فوجدنا أن هناك زوايا متبادلة خارجيا ومتطابقة إذن الزاوية واحد والزاوية ثلاثة زاويتين متبادلتين خارجيا متطابقتين فإن علاقة المستقيم B في المستقيم Q هي علاقة متوازية إذن المستقيم B يوازي المستقيم Q شوف النظرية التالية عكس نظرية الزاويتين المتخالفتين إذا قطع قاطع مستقيمين في مستوى ونتج من ذلك التقاطع زاويتين متحالفتين متكاملتين فإن المستقيمين متوازيين إذن عندي مستقيم يقطع المستقيم B والمستقيم Q ووجدت أن هناك زاويتين متحالفتين معنى زاويتين متحالفتين أو متكاملتين مجموحهم يساوي 180 درجة إذن علاقة المستقيم B في المستقيم Q هي علاقة توازي إذن المستقيم B يوازي المستقيم Q شوف النظرية التالية عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين داخليا في حال قطع المستقيم لمستقيمين ووجدت أن الزاويتين متبادلتين داخليا متطابقتين فإن علاقة المستقيم الأول في المستقيم الثاني هي علاقة توازي إذن المستقيم B يوازي المستقيم Q نشوف عكس نظرية القاطع العمودي إذا قطع مستقيم مستقيمين في مستوى واحد وكان عمودي عليهم نجد أن المستقيمين متوازيين إذن المستقيم R قطع المستقيم B بشكل عمودي وقطع المستقيم U بشكل عمودي علاقة المستقيم B في المستقيم U مستقيمين متوازيين ناخذ مثال صفحة 103 هل يمكن إثبات أن أي من المستقيمات الشكل التالي متوازية اعتمادا على المعطيات واذكر أي منها متوازي والمسلمة التي تبرر ذلك المطلوب الأول الزاوية واحد والزاوية ستة إذن قياس الزاوية واحد والزاوية ستة نجد أن الزاوية واحد والزاوية ستة هي زوايا متبادلة خارجيا بالنسبة للمستقيم L والمستقيم N إذن واحد وستة زاويتين متبادلتين خارجيا للمستقيم L والمستقيم N مع القاطع المستقيم B وحسب نظرية عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين خارجيا نجد أن المستقيم L والمستقيم N المستقيمان متوازيين إذن ناخذ فقرة أخرى صفحة 104 البرهان أكمل برهان النظرية المعطيات اللي موجودة عندي أن الزاوية واحد والزاوية اثنين زاويتين متطابقتين المطلوب عندنا إثبات أن المستقيم L يوازي المستقيم M إذن من العبارات التالية هو المبررات الزاوية واحد والزاوية اثنين هذه من المعطيات الزاوية اثنين والزاوية ثلاثة ما هي العلاقة بينهما هي علاقة تقابل في الرأس الزاوية اثنين والزاوية ثلاثة هي علاقة تقابل في الرأس من الزاوية واحد والزاوية ثلاثة بالتعدي خاصية التعدي نجد أن المستقيمين متوازيين وهي مسلمة الزاويتين المتناظرتين الزاوية واحد والزاوية ثلاثة زاويتين متناظرتين إذن المستقيمين متوازيين ملخص المفهوم إثبات توازي مستقيمين عندما يقطع قاطع مستقيمين متوازيين نلاحظ أنه حدد أن المستقيمين متوازيين إما أن تكون هناك أزواج الزوايا الناتجة متطابقة أو متكاملة إذن الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيم مع مستقيمين متوازيين هي إما أن تكون متطابقة أو متكاملة إذا نتج عن مستقيمين وقاطع لهم زوايا لا تحقق هذين الشرطين أنه الزوايا متطابقة أو متكاملة فلا يمكن أن يكون المستقيمين متوازيين ختاما نتمنى لكم التوفيق شاكر ومقدرا لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم